مهندس ماء السلام عليكم إذا طلبنا من مهندس ماء أن يقوم بحساب الكميات والكلف للخريطة المنزلة اللي أنت تشوفها الآن أمامك أو خريطة معينة فطبعا أول شيء لازم يكون مهندس إنشائي أو مدني أو شخص إلى يعني يكون خبرة في هذا المجال هذه العملية تكون معقدة لماذا؟ لأن هي تختلف يعني حسب المواصفات وتختلف حسب الأكواد الخاصة في التصميم والتنفيذ وهذا يعني يختلف من دولة إلى أخرى وبنفس الوقت ما راح يبدأ يعني يطيك الكلف بشكل جدا دقيق لأن هي متغيرة حسب السوق وما إلى ذلك طيب إحنا الآن طبعا هذه الخارطة تشوفها الآن أمامك اللي راح أبدأ عملة الآن إنه أنا راح أبدأ أعطيها إلى شات جي بي تي ولكن ليست نسخة شات جي بي تي المتعارف عليها اللي هي الفور أو أو حتى الفور أو النسخة المجانية أحد يعطيه إلى نسخة أخرى للأسف هذه النسخة هي موجودة عند الأشخاص اللي هم مشتركين طبعا في نسخة المدفوعة وأكو حدود لاستخدامها تقريبا 25 رسالة أسبوعية هذه النسخة وللأسف أنه مستخدمة بالشكل الصحيح الشركة تعتبر هذه النسخة هي من أفضل يعني ذكاء اصطناعي بالوقت الحالي يقدم للأشخاص حتى يبدأ يحل المشاكل المعقدة هذه المشاكل ربما تكون رياضية أو علمية أو حتى بيرمجية بنفس الوقت أو أي مشكلة أخرى طبعا الآن إحنا الخارطة تشوفها الآن أمامك يعني إيش إيش اللي راح يبدأ عمله تشات جي بي تيدن من من يبدأ بعملية القراءة لها مبدأين تقول أوكي يمكن يستخدم تقنيات الأوسيار حتى يبدأ يحول النصوص اللي موجودة والأرقام وبعد ذلك يبدأ يفهمها من خلال اللغة المعالجة الطبيعية وبعد ذلك يقوم بقراءة الشكل بالبيكسل ويبدأ يفهمها بالطبع هذا الشي راح يبدأ عمله لك ولكن مو فقط هذه الأمور يعني النموذج جدا ضخم نموذج معقد وراح يبدأ يعطيك أفضل حل ممكن وتشوف يعني النتائج اللي راح يبدأ يعطيها في الريسبونس لهذه المشكلة أو أي مشكلة يمكن أنه أنت تعطيها لا راح تكون جدا دقيقة وهي يعني تعتبر خلاصة لأفضل رد يمكن أنه يعطيك النموذج وخاصة لما أنت تعطي التفاصيل هذا النموذج اللي هو الأوان هذا صممه حتى أنه يفكر كثيرا قبل لا يبدأ يعطيك الإجابة فخلينا نشوف الآن مع بعض إنه إيش راح نبدأ يعطيه ومثلا التفاصيل راح نبدأ يعطيه راح نستخدم اللغة العربية حتى تكون واضحة بالنسبة لكم مثل ما نشوف الآن أمامك هذا هو أوان شات جي بي تي أوان مثل ما ذكرت لك عدنا 25 رسالة يمكن أنه نعطيها لها خلال سبعة أيام هذا حسب الليمت آخر الليمت يعني أنا نقاريها من الشركة فيه النسخ فيه الاشتراك الـ 200 دولار راح يكون عندك الليمتد في الجزء الأساس طيب الفكرة العامة في الأوان إنه إحنا في التفاصيل ما نبدأ نعطيه يعني يعني تفاصيل قليلة إنما نقوم بإعطاء كامل التفاصيل المشكلة حتى يبدأ هو على أساسه ويعطينا الحال أوكي فأنا أعطيت الخريطة صورة قلت لأعطيني الـ P-O-Q P-O-Q طبعا هو اختصار لـ P-O-Q يستخدم دائما في الهندسة حتى يبدأ يوصف جدول الكميات أوكي فهو يعرف P-O-Q وجدول كميات متكامل أوكي فرح أبدأ يقول له متكامل لبناء هذا المنزل ضمن المواصفات القياسية إذا ردت في دولة معينة وضمن المواصفات محددة أقوم بعملية التحديد رح يبدأ يأخذها بنظر الأحتبار حقا لأختار المواد وكل شيء قياسي ولا أكثر استخداما وليكن الجدول التخميني شامل الأسعار يعني تسليم مفتاح نهائي يعني هذا يسلم إلى المقاول وكامل التكاليف رح تبني تبنى على المابز اللي أنا أعطيتها ولتكن التفاصيل شامل للفقرات ولا تنسى حساب الكاميات وصورة دقيقة بناء على اللي أنا أعطيتها لك بتجزء الأساس طيب رح أبنقل هنا أنا أوكي إيش اللي راح تشوفه راح تشوف أنه النموذج يبتدي الآن في التفكير مثل ما تلاحظ الآن أمامك أنه أول بدأ الآن في التفكير طبعا يمكن تضغط على هذه العملية ربما بعض الأحيان يعرض لك أنه إيش اللي يعمله في الخلفية يعني بعض الأمور اللي هو يبدي بعملية تضبيط يقوم بقراءة الخريطة مثل ما ذكرت لك يعني أمور تفصيلية خاصة في عمل النموذج وفي الأخير رح يبدي يعطيك رد متكامل طبعا هذا النموذج يمكن أنه أنت بالفعل تستفاد من عنده في حل مشاكل معقدة بناء مشاريع تحسين أكواد بناء مشاكل أو حلول رياضية فيزيائية كيميائية للمعادلات فيقدر أنه يعطيك إجابات دقيقة وطبعا للأسف الأشخاص ما يعرفون أنه يستخدمون النموذج بالصورة الصحيحة لأنه بالأساس ما لك مشكلة عندهم معقدة بحيث أنه يستخدمون النموذج أنا صراحة يمكن أنه يفيد لأكثر شيء للناس اللي يشتغلون في الهندسة أو يشتغلون في أمور معقدة مثلا يمكن تستخدمها في معالجة وفهم البيانات على الرغم من أنه في الوقت الحالي الشركة ما متيحة إلى عملية يعني يعني تحميل ملفات البي دي اف أو أو حتى الملفات الخاصة في البيانات كالإكسر للأسف لكن طبعا يمكن أنه إذا كانت عندك مجموعة بيانات يمكن تنسخها بشكل مباشر وتلصقها هنا ورح يبدأ مثلا البيانات مثل ما نشوف الآن ده ياخذ وقت في التفكير حتى يبدي لأن المشكلة ليست يعني بسيطة الطلب أيضا يحتاج إلى وضع الأفكار والتعلم من خلال ما يسمى عندنا في التعليم المعزز فخلينا ننتظر بعض الوقت اللي يعطينا النتائج مثل ما نشوف الآن بدأ حاليا الأول طبعا التفكير كان مثل ما نشوف دقيقتين وسبع ثواني فهم المشكلة وحسب الطلب وبدأ أنه يكتب الإجابة بشكل مباشر الآن طبعا الإجابات مالتها راح تكون كأنما كشخص يعني كشخص محترف دايح لك هذه المشكلة يعني يبتدأ في شرح المشكلة في شرح الحل يعني في الأساس بطريقة مبسطة وطريقة ممتازة يعني صراحة راح تشوف فرق جدا كبير ما بين النموذج chat GPT الاحتيادي وما بين الأول من ناحية حلول المشاكل المعاقدة هشوف أن النموذج السابق اللي هو chat GPT 4O ما يعطيك الإجابة بشكل يعطيك من حيث تسلسل المنطق وتسلسل لحل المشكلة طيب إذن مثل ما نشوف الآن الملاحظات يذكر لك الأبعاد في المخطط تشير إجمال لحوالي 9 في 9 متر مربع ارتفاع الجدران المفترض 3 متر بالفعل أنا ما معطي ارتفاع الجدران هو ما مبين في الخريطة فهو خذ 3 متر قد يلزم تعديل كميات أو وضافة بنود حسب تفاصيل التصميم الإنشاء بالفعل يعني الأعمال مثل ما تدري الآن أعمال الترابية الحفر والردم والتسوية بالفعل أن هذه أول أعمال تبدد بأنه حفر وإزالة أسرب بعمق كذا ما شوف ما نشوف الآن الوحدة متر مكعب الكمية 81 الكمية مين حصلها الكمية هو حسبها من الخارطة 81 سعر الوحدة 10 متر 10 دولار وحصل المجموع الكلي ثم بعد ذلك بدأ بخرسانة نظافة هذه الخرسانة التي تكون بشكل ما بعد الأسس يعني من أمور التفاصيل الخاصة في الإنشاء الأساسات الخرسانية المسلحة الأعمدة الخرسانية المسلحة سقف خرساني المسلح طبعا هنا هو أنا لقيت لإعتمد المواصفات القياسية العالمية يمكن أنه تتحدد لهذه المواصفات وهو عليها طبعا يأخذها بنظر الاحتبار بناء على دولة معينة وبناء على أي تفصيلة معينة يعني صراحة ما أم دقيق هذه الأمور ولكن أنا مستخدم بالفعل في هكذا أمور والدقة الخاصة فيه تصل حدود إلى 90% إلى 95% من ناحية نوع هذه المشاكل مثل ما تشوف الآن يعطيك تفاصيل كاملة ثم على ذلك شغل كود بايثون وعطيك النتيجة النهائية الخاصة في الكاميات مثل ما تشوف الآن أمامك يمكن تطلب من عنده أن يضح جميعها مثلا نذكر له هنا في جدول واحد سيضح لك جميع هذه التفاصيل في جدول واحد مثل ما تشوف الآن أمامك بدأ الآن بوضع هذه الكاميات كلها في جدول واحد حتى يكون واضح إليك فيما يخص هذه الكاميات بالفعل بعض الكاميات أخذها بالمتر المكعب لازم تحسب بالمتر المكعب وعض ها بالمتر المربع وبعض ها تعتبر كعدد أو ربما تكون ما يعرف عندنا في الجملة أو المسم مقطوعة وبالفعل هذه الأمور كلها أخذها بنظر الاحتبار وفي الوقت الحال يعني للمابس وحسب المواصفات وظروف السوق ونوعية المواد إذن أنا أريد أنه نوصل لك إلى فكرة معينة أنه أنت تبدأ تستخدم هذا النموذج بالصورة الصحيحة تحاول أنه تستفاد من عنده من ناحية كافة الأمور المعقدة وحلول المشاكل في كثير من الأشخاص يعني عنده مثلا كود برمجية وعنده مشكلة معينة يحاول أنه يبحث ورح يوصل لك إلى نتيجة للمشكلة أو للمشكلة اللي موجودة عندك سواء كانت كتابة خوار رزمية معينة حتى مستوى الذكاء الاصطناع فهو جدا قوي وخاصة في لغة بايثون يعني جدا قوي في كتابة أكواد بايثون عارف كل المكتبات وكل المشاكل اللي موجودة